أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم من المواقع المحلية تحويلات المهاجرين اليمنيين أكبر من أموال المانحين ومن العربي فيروس كورونا الجديد يثير مخاوف اليمنيين والبي بي سي تتساءل هل الحب مجرد مادة كيميائية سريعة الزوال تتدفق داخل الدماغ أهلا بكم يقول مسؤول الأمم المتحدة أنهم يدرسون خيارات بديلة لتقديم المساعدات لليمنيين والذي يعيش 14 مليون منهم على ما تقدمه المنظمات من مساعدات ويحتاج 8 ملايين آخرين لمساعدات منقذة للحياة وطبية وإنسانية عاجلة وعنون موقع المصدر أونلاين ليس في حاجة لمساعدات يسرقها الحوثيون تقرير خبراء مجلس الأمن تحويلات المهاجرين اليمنيين أكبر من أموال المانحين وما بين خيارين يدور النقاش إما الخضوع لعراقيل الحوثيين وتعطيلهم المتعمد للعمل الإغاثي وسرقة المساعدات أو إيقاف وتقليص المساعدات في مناطق سيطرتهم وكلاهما مر لكن تقرير خبراء لجنة العقوبات يشير إلى خيار ثالث قد يكون الحل الأمثل للأزمة الإنسانية في اليمن على المدى القريب والبعيد يتمثل في فتح المجال للعمالة اليمنية المهاجرة في الأسواق الخليجية وخاصة السعودية ورفع القيود التي فرضت مؤخرا على العمال اليمنيين بشكل خاص يقول خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن أن هناك حاجة إلى فتح المجال للعمالة اليمنية في الأسواق الخليجية ويضيف التقرير الذي نقشه مجلس الأمن يوم أمس وأصدر قرارا يمدد مهمة فريق المحققين الذين أعدوه أن تدفقات التحويلات من العمالة المهاجرة أكبر من تدفقات المعونة الإنسانية يقول التقرير قبل اندلاع الصراع في اليمن كان إجمالي الدخل المقدر والمتأتي من تحويلات المغتربين اليمنيين ثلاثة مليارات وخمسة وثلاثين مليون دولار كانت نسبة تسعين في المئة منه تأتي إلى اليمن من مجلس التعاون الخليجي أخي المصلوب على الجرافة تحت هذا العنوان كتبت الفلسطينية المقيمة في غزة سما حسن ما قالها الذي تنشر بالقيس جزء منه كان السائق قد أدار مؤشر المذياء على قناة محلية وصوت المذياء يصف بكل دقة حادثة قتل أحد الشباب في غزة ويكرر رواية الحدث وفي كل مرة يأتي بالتفصيل مؤنم وفي مكانة مشاعري مجدودة نحو المذياء تسأل الراكب في المقعد الأمامي وكان أربعينيا عن توقيت وقوع الحادثة فأنت في كل ساعة على موعد مع حدث جديد في غزة امتشفت أن الشابة التي تجلس إلى جواري ويتحتضن رضيعا لم تجاوز عمره شهورا تبكي انتزعني بكاؤها من متابعة صوت المذياء وبدأ خيالي تبا له ينسج قصة حزينة عن سبب بكائها كأن يكون مشادة مع زوجها صوت المذياء يكرر وص الحادثة حين تعالى نشيج السيدة فالتفت إليها ورأيتها تلطم على وجهها وتبكي بكاء مرا كان جمال وجهها لا يوصف ولكن الدموع أغرقته فلم أجد بدا من السؤال ما بكي ابنتي فبكت أكثر وألححت عليها بالسؤال وألحقت أحد أسئلتي بجواب محتمل هل طفلك مريض؟ وأنا أشير إلى الطفل قالت وهي تضم طفلها إلى صدرها وتشير إلى جهاز الراديو المثبت بالسيارة الشاب الذي يحكي عنه المذياء أخي لف السيارة صمت عميق ثم قطعه صوت الراكب في المقعد الأمامي وهو يحوقل فيما تعثرت الكلمات على لساني ونوني السائق علبة مناديل مغلقة يحتفظ بها لمناسبة جدية فلم يضعها في متناول يد الركاب وطلب مني أن أعطيها بعض المناديل لكي تجفف دموعها بكت السيدة الشابة بحرقة ولطمت خديها بصمت فيما طلب منها السائق أن تصف له وجهتها بدقة واتضحت الصورة أمامي فقد بلغها خبر مقتل أخيها وها هي تحمل رضيعها وتهرع إلى بيت عائلتها توقفت السيارة أمام باب بيت متواضع من بيوت مخيم ونزلت السيدة لا تلوي على شيء وتركتني في ذهول أمام مشاعر مختلفة فيما كان المذياء يعاود وص الأحداث عن شاب رفعته الجرافة بعد محاولة لذلك وكأنه حمولة سمنتية ملقاة على الأرض وليس إنسانا من لحم ودم في العاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي عبر الحزام الأمني المدعوم إماراتيا أو تتعرض للاعتداءات واضطرد فئة جديدة آخرها ما جاء في موقع عدن الغد لليوم الثاني تجار الجملة بعدن يغلقون محالهم التجارية تخوفا من الفوضى والبلاطجة حيث عقد لقاء موسع لتجار الجملة بمنطقة السيلة دار سعد بالعاصمة عدن لتدارث الوضع الأمني المنفلت بالمنطقة والذي أثر على تجارتهم وحياتهم وأدى إلى إغلاق محالهم لليوم الثاني على التوالي وحمل التجار القوات المسيطرة على الأرض مسؤولية حمايتهم من السطو المسلح الذي يتعرضون له بين الفينة والأخرى من قبل بلاطجة ومسلحين مجهولين أضاف التجار أن عدم توفر الحماية عرضهم للاختطافات والابتزاز ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية ضخمة وتم السطو على ممتلكاتهم قال التجار الذين اعتذروا عن إغلاقهم للمحلات حتى توفر الأمن أن المسلحين ما زالوا يجوبون الشوارع وينشرون الرعب والفوضى منذ سماع زهر منصور بخبر التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين وهي تتمنى أن يتم الإفراج عن ولدها المعتقل لدى جماعة الحوثي وعنوان موقع المشاهد نت تبادل الأسرى خشية الأمهات تفسد فرحة الانتظار قال الموقع إن أمنية الأم محفوفة بالخشية بعد تكرار وعود الأطراف المتحاربة بالإفراج عن المعتقلين دون تحقيق ذلك تقول زهر أخاف أن تكون هذه المرة كسابقاتها وتضيف وتضاف أشهر جديدة إلى مدة الغياب ابني الذي اختطفته جماعة الحوثي من سيارته التي كان ينقل بها البضائع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن قبل أربع سنوات في السادس عشر من فبراير الجاري توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين والمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي بعد اجتماعات مكثفة رأسها مكتب المبعوث الأممي مارتين جريفث وشارك فيها ممثلون من التحالف العربي في العاصمة الأردنية عمان ويرى أحد الصحفيين في حديثه للموقع أن الاتفاق يخدم الحوثيين بدرجة رئيسية فأغلب من سيفرج عنهم مقاتلون لدى الجماعة في حين أن الحكومة لديها مدنيون تم اختطافهم من منازلهم لماذا يبدو الصراع هذه المرة مختلفا يحاول السوري مروان قبلان الإجابة في مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا بدأت في عام 2011 مرحلة جديدة عنوانها العريض ثورة الشعوب العربية على نظم الحكمة الاتقراطية الفاشلة التي يحكم بعضها منذ الاستقلاء انقسمت المنطقة هذه المرة بين قوى ديمقراطية تسعى إلى التغيير وقوى غير ديمقراطية تسعى إلى منع التغيير وقد ضم المعسكران قوى وتيارات سياسية وأدلجية مختلفة من اليمين واليسار وبلغت المفارقة مبلغها في أن بعض هذه القوى كانت تدعم التغيير في مكان وتقاومه في مكان آخر محددها الرئيس في ذلك توافق المصالح أو تنافرها ففي سوريا مثلا دعمت السعودية الثورة ضد نظام الأسد في حين رفضتها إيران أما في البحرين فقد تدخلت السعودية عسكريا للقضايا على الانتفاضة التي دعمتها إيران في ليبيا ساهمت الإمارات في إطاحة نظام معمر القداف عسكريا في حين أنها مولت مع السعودية الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المتخف في مصر انتهت هذه المرحلة بفوز القوى المناهضة للتغيير والديمقراطية أي إيران السعودية والإمارات التي نجحت جهودها في المحصلة النهائية في منع تأخير التغيير على الرغم من الصراع والتنافس بينها ولكن بخلاف المراحل السابقة التي احتدم فيها التنافس الإقليمي خلف الصراع هذه المرة دمارا اقتصاديا واجتماعيا هائلا بسبب تحول الصراعات في دول في المنطقة إلى حروب أهلية ممتدة كانت في سوريا واليمن وليبيا وتورط كل من إيران والسعودية والإمارات بصورة مباشرة فيها في ظل الظروف الراهنة يصعب تخيل قدرة هذه الأطراف على الاستمرار من دون أفق في سياساتها وهي ستجد نفسها قريبا مضطرة إلى الانكفاء لتقليل خسائرها فإيران لن تتحمل في ظروفها الصعبة فتورة بقاء النظام السوري معزولا ومحاصرا وسط الخراب والدمار والسعودية لن تتمكن من تحقيق انتصارها الموعود في اليمن بعد خمس سنوات من بداياتها أما ليبيا فتبدو بعيدة جدا حتى تحدث الإمارات مهما حاولت فيها فرقا وفي كل هذه الحالات يبدو التغيير قادما بل هو حتمي إلى الأحسن أو إلى الأسوأ يثير فيروس كورونا الجديد الذي يتمدد في العالم مخاوف اليمنيين لا سيما بعد إعلان تسجيل إصابات في دول عربية مجاورة وليس الفيروس بحد ذاته ما يقلق أهل اليمن إنما ضعف الإمكانات الحكومية والمجتمعية لمواجهته في ظل تضرر المنظومة الصحية في البلاد من جراء الحرب وعنونت صحيفة العربي الجديد فيروس كورونا الجديد يثير مخاوف اليمنيين أمرياء الصبري من هؤلاء اليمنيين القلقين وتشير إلى أن اليمن لم يستطع حتى اليوم القضاء على الكوليرا أو معالجة الإنفلونزا الموسمية وتقول للعربي الجديد نحن دولة فقيرة أنهكتها الحروب التي دمرت بناها التحتية بالتالي لم نعد نحتمل أي كارثة إضافية إضافة إلى أنه لا تتوفر لدينا مستشفيات مؤهلة ومجهزة بالمعدات الطبية اللازمة في ظل غياب الكوادر البشرية علما أن أطباء متخصصين كثر هاجروا إلى بلدان أخرى بهدف العمل وتؤكد الصبري أن المستشفيات معظمها تفتقر إلى المياه والمحروقات مع عدم القدرة على استيعاب المرضى ففي بعض الأحيان لا نجد سريرا لمريض كيف تشوه الرواية الصهيونية التاريخ تحت هذا العنوان كتب وولتر هيكستون مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا الحقيقة التاريخية هي أن اليهود لم يكون السكان الأوائل والوحيدين للأرض التي هي فلسطين اليوم وإسرائيل وكما يشرح المؤرخ الإسرائيلي شلوم الساند في كتابه الممتاز اختراع الشعب اليهودي فإنه تم رفع ملحمة اليهود القدامى إلى مكانة الرواية مع وجود فجوة غير قابلة للجسر بين قصص الكتاب المقدس وما هو معروف من التاريخ الفعلي لقد ابتكر اليهود لأنفسهم ثقافة ودينة وإنما لم تكن لديهم أمة فطرية أو عرقية تحت السماء الجهل بالماضي لا يمنع من التصرف بطريقة مضللة لقد أصبحت دجالون والتوراتيون الحرفيون الأصوليون والمسيحيون وكذلك الصهاينة يظهرون أمام النظر بشكل متزايد في محاولة يائسة لتقديم تبرير إلهي للقمع الإسرائيلي والاستيلاء الوحشي على القدس والظفة الغربية في نيسان إبريل الماضي أعلن دان دانون ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة وهو يرفع الكتاب المقدس عالياً بطريقة درامية هذا هو الصك لامتلاك أرضنا وأكد سياسي الليكود والمسؤول السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي أن الملكية المشروعة للشعب اليهودي لأرض إسرائيل كانت موثقة جيداً في جميع أنحاء العهد القديم وخارجه وهكذا قدم الكتاب المقدس لدولة إسرائيل الحديثة مثاقاً أبدياً يربطها بأرض كنعان ولم يكن وحيداً في ذلك فعندما سئل في العام 2019 لماذا أدان المدافعين الأمريكيين عن تفوق البيض العرقيين في الولايات المتحدة بينما يبرر في الوقت نفسه فكرة الدولة اليهودية في إسرائيل أجاب مورتون كلاين رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية إسرائيل وضع فريد لأنها دولة يهودية أعطانا إياها الله وأضاف لم يخلق الله دولة للناس البيض أو للناس السود وإنما لليهود فقط الهجوم المسلح المروع الذي شهدته مدينة هاناو بألمانيا على مقهيين للشيشة وراح ضحيته تسعة قتلى على الأقل أثبتت التحقيقات أن دافعه الكراهية ومعادات الأجانب ومرتكبه متأثر بأيدولوجية النازيين الجدد وعنون موقع الديدابليو الألماني لا نخاف الموت تنامي خطر اليمين المتطرف في ألمانيا استطاعت الشرطة الألمانية في مطلع الشهر الجاري فبراير شباط توقيف أعضاء مجموعة يمينية متطرفة بألمانيا أرادوا تنفيذ هجمات واسعة ضد مساجد في مناطق مختلفة من ألمانيا على غرار ما شهدته نيوزلندا وأدانت الحكومة الألمانية تلك المخططات المرعبة وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن ما تم الكشف عنه مرعب ومن المخيف رؤية مجموعة تتجه بوضوح نحو التطرف بهذه السرعة من المهم أن تتم حماية أماكن العبادة وتم القض على زعيم مجموعة النازيين الجدد هذه في بلدة صغيرة بولاية بافاريا في إطار مكافحة الإرهاب كما اعتقل 11 شخصا آخرين ووفقا لتصريحات زعيم المجموعة فقد تلقى تدريبات عسكرية مع القوة المسلحة الألمانية وصنع سلاحه الخاص في قبو منزل والديه ووفقا للموقع تلقى سياسيون ألمان مثل النائبين عن حزب الخضر كلوديا روتوى وووس أوزديمير رسائل تهديد بالقتل وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلت إلى أحد النواب أصبحت الآن على قائمة الموت لدينا وفي الرسالة الموجهة إلى نائبة رئيس البرلمان الألماني أنت حاليا الإسم الثاني في قائمة الموت مع خالص التقدير فرقة السلاح النووي فرع ألمانيا تعتمد المشاعر الرومانسية على توليفة معقدة من المواد الكيميائية وعلم النفس والسؤال هو هل يمكن لهذه المشاعر أن تتلاشى سريعا؟ موقع شبكات البي بي سي تساءل هل الحب مجرد مادة كيميائية سريعة الزوال تتدفق داخل الدماغ؟ يقول جو وهو شاب يعيش في لندن وقعت في الأولة الأخيرة في الحب بشكل عميق لكن أصدقاء المتشككين يقولون لي باستمرار أن الحب ما هو إلا خليط من الفيرمونات والدوبامين وهرمون أكستوسين وجميعها تتلاشى بعد مرور عامين يضيف هذه الفكرة ترعبني وتجعل كل شيء يبدو بلا معنى فهل الحب بالفعل مجرد كيمياء دماغية؟ السؤال الآن وفقا للموقع هو أين هو صندوق بريد الحب في الدماغ؟ وكيف ترسل إليه هوية شخص محدد؟ لسيما وأنه لا يوجد أي جزء يمكنه فك مثل هذه الشفرة عندما خضع الحب الرومانسي للفحص العلمي من خلال تقنيات تصوير الدماغ تداخلت مناطق مضيئة في الدماغ مع مناطق أخرى تدعم السلوك الرامي إلى الحصول على مكافأة والسلوك الموجه بالأهداف ورصد الخبراء أنماطا للحب الرومانسي لا تختلف كثيرا عن أنماط الارتباط المتعلق بالأمومة أو حتى حب شخص ما في فريق كرة القدم المفضل ونخلص من ذلك أن علم الأعصاب لم يفسر لنا حتى الآن عاطفة الغرق الشديد في الحب هل نحتاج ببساطة إلى إجراء المزيد من التجارب؟ عادة تكون إجابة العلماء بنعم وذلك بافتراض أن الحب عملية بسيطة جدا يمكن ضبطها يكمن الحب مثل كل أفكارنا وعواطفنا وتصرفاتنا في عمليات فيزيائية داخل الدماغ وتفاعل معقد للغاية فيما بينها لكن القول إن الحب مجرد كيمياء دماغية هو أشبه بالقول أن روميو وجولييت مجرد كلمات لأن ذلك يغفل الحقيقة فالحب مثل الفن أكبر من مجموع أجزائه لهذا فإن من حلفهم الحظ وخاضوا تجربة حب مضطربة عليهم أن يتركون لأمواجه تحملنا كيف تشاء وإذا انتهى بنا الأمر بالارتطام بصخور تخفيها تلك الأمواج فلنهدأ عندما نعرف السبب الذي يجعلنا لا نبحر إلى مسافة أبعد من ذلك تقول البي بي سي صور لصحيفة الجارديان البريطانية تحمل أحداثا مختلفة وثقها مصورها من مختلف أنحاء العالم نتابع ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء